أنا أتقدم بالشكر والامتنان إلى الدول العضاء في جامعة الدول العربية كافة على التنسيق والتعاون مع دولة الرئاسة مؤكدين على استمرار لبنان في دعم كل ما يرمي إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة كما أتقدم بالشكر والتقدير لمعاهل الأخ السيد أحمد أبو الغيد أمين عام جامعة الدول العربية وجهاز الإيمان العامة على الجهود المقدرة التي تبذلوها خلال فترة ترأس جمهورية لبنانية لأعمال مجلسكم الموقع شهدت رئاسة لبنان للمجلس الوزاري العربي زيارة وزير خارجية روسية سيد سيرجيل الفروف ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مقر الجامعة حيث ألقى كل منهما كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين كما خاطب مبعوث الرئيس الأوكراني إلى الشرق الأوسط مكسيم صبح مجلس المندوبين عبر تقنية اتصال المرئي إضافة لذلك ترأس لبنان الاجتماع التنسيقي العربي تحضيراً لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي والاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين للجامعة الدول العربية وصفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي كذلك تشرف لبنان باستضافة لاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري العربي في بيروت والذي حاولنا فيه مواصلة تجربة خوض نقاشات حرة وصريحة وشفافة لقد لاقى اللبنانيون حضور الأخوة الوزراء العرب بكل زرور وترحاب وكان الاجتماع فرصة للاطلاع من معالي الأخ نمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على التحضيرات المميزة لاستضافة القمة العربية وعلى حرص القيادة الجزائرية على أن تكون قمة العرب قمة جامعة وناجحة وفي هذا الإطار نعيد تأكيد موقف لبنان على ضرورة وأهمية أن تستعيد سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية وهي دولة مؤسسة فيها أصحاب السمو والمعالي والسادة لقد فرضت الطورات الدولية بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والحرب الأوكرانية وما ترمز إليه من أشتباك روسي أطلسي قد يحمل في طياته بزور نظام دول جديد تحديات كبرى إضافية على بلداتنا وشعوبنا ولا يتعلق الأمر فقط بإزمتي الطاقة والغذاء على الصعيد العالمي بل يتخطاها لعملية الاستقطاب الجارية في سياق أعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة والعالم واللي قد عبر وزراء الخارجية العرب في أكثر من محطة عن إدراكهم لهذه التحديات والضرورة رفع مستوى التنسيق فيما بينهم من أجل أفضل طريقة للتعامل معها بشكل مشترك ومنسق ويحفظ مصالح دولنا وشعوبنا وأنوه في هذا الإطار بتوسية المجلس الوزاري الذي أكد على عدم تسييس المنظمات الدولية وهو ما أسس لإداء مشترك داخل العديد من المنظمات الدولية وأن هذا التوجه في رفع مستوى التنسيق إلى أعلى درجة ممكنة قد أثبت نجاعته والتأكد الحاجة إليه يوم بعد يوم وهو ما ندعو لأن يكون السمت الأبرز في عملنا خلال المرحلة المقبلة على أمل أن ينسحب إلى أكبر عدد ممكن من الملفات والقضايا الحيوية ذات الصلة بالمصلحة العربية العليا أصحاب السمو والمعالي أيها الزملاء ليست التحديات العالمية الجديدة فقط هي ما تستدعي الحاجة إلى بلورة وتنسيق سياسات المشتركة لمواجهتها فقضايا المنطقة وتحدياتها مثل الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب وموجبات التنمية والاستقرار تتطلب أيضاً أن نسعى للتعامل معها بشكل مشترك كذلك هو الأمر حيال أزمة في سوريا واليمن وليبيا وسهداف الاستقرار في العراق ولبنان وبلدان أخرى نهيك عن تأزم الوضع الفلسطيني إننا نأمل أن نتمكن من استلهام تجارب أمم أخرى في إدارة الاختلاف والاستناد إلى مساق الجامعة العربية نفسها من أجل الخروج من هذه الدائرة المغلقة وفتح أفاق جديدة أمامنا جميعاً فاحترام خصوصيات الدول والبلدان والمجتمعات والامتناع الحازم عن التدخل في شؤونها الداخلية كما تنص المادة الثامنة من المساق ينبغي أن يكون رائدة مسيرتنا المشتركة لمواجهة تحديات المستجدة من شأن ذلك الارتقاء بالدبلوماسية العربية والتفعيل دورها استناداً إلى آليات العمل المشترك ومرجعياته وما تختزنه من قدرات كامنة تكفي لتكريس نهج جديد من التعامل مع الاختلافات والتبايونات تماماً كما نفعل مع شركائنا من دول صديقة أو منظمات دولية أو أقليمية فلتقن المصلحة للعواتف هي أساس العمل المشترك وحين تتعارض المصالح فأن الدبلوماسية هي وسيلة معالجتها على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح الوطنية في سياق الحرص على المصلحة العربية المشتركة أصحاب السمو والمعالي والسادة لا يزال لبنان يعاني من الانتهكات الإسرائيلية والخروقات اليومية والمتزايدة على نحو يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة كافة رادع إقليمي أو دولي حيث تصر إسرائيل على سياستها العدوانية والدفع نحو التصعيد واستخدام الأجواء اللبنانية لاعتداء على سوريا كما لا تزال ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 425 و 1701 في مسارع شبعة اللبنانية وتلالك فرشوبة وجزء الشمالي من قارية الغزا أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الإمعان والاستمرار في خروقاتها واعتداءاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية ونحن نعود على الموقف العربي الموحد دعما للبنان بمواجهة هذا الواقع أما في فلسطين المحتلة فلا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في ممارساته العدائية في حق الشعب الفلسطيني وفي تقييد سياسته الرامية إلى تقويد أسس الحل النهائي للقضية الفلسطينية هو يؤكد أنه لا يزال عاملا مهددا للأمن والاستقرار في المنطقة أن لبنان يؤكد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني كضرورة للدفع نحو حل يستند إلى مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت 2002 بكامل مندرجاتها والحافظة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا القرار رقم 194 فلا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون إيجاد حل كامل وشامل للقضية الفلسطينية وإذا اقتنم وجود السيد لازريني معنا فإننا نعيد التأكيد استنادا إلى النقاشات ونتائج اجتماعات الانتشارية في بيروت للأنروا في بيروت إلى تمسكنا بوجود تمديد ولاية وكالة الأنروا خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة والمتحدة وعدم المساس بصلاحياتها ونطاق عملها أو نقل بعض وظائفها إلى جهات أخرى أصحاب السمو والمعالي والسادة السيدات والسادة في ختام أعمال الدورة المئة وسبعة وخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أدعو معالي وزيرة الخارجية والتعاند دولي في دولة ليبيا الشقيقة السيدة نجلاء المنقوش لترقص مجلس الجامعة في دورته المئة وثمانة وخمسين متمنيا لها كل التوفيق والنجاح وأن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المرجوة والسلام عليكم شكرا للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو والمعالي الوزراء المحترمون معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط السيد فليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العام لوكالة الأنروا معالي السيدة تينجا فاقون وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا تحية طيبة لكم تحية طيبة لكم ملوءها الود الممزوج بأمل شعوبنا العربية أن يكون اجتماعنا هذا فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك عبر إحدار وافده التي يمثلها مجلس جامعة الدول العربية الذي سيلتأم اليوم على مستوى وزراء الخارجية في دورته الثامنة والخمسين بعد المئة معالي وزير الخارجية والمغتربين بجمهورية اللبنانية الدكتور عبدالله أبو حبيب رئيس الدورة السابعة والخمسين بعد المئة لمجلس الجامعة الدول العربية خلالكم التحية وفائق التقدير لجهودكم المبذولة خلال فترة رأستكم لأعمال الدورة الماضية لا يفوتني اليوم وتوجيه الشكر والتقدير لوزراء الخارجية العرب الذين دعموا ممارسة ليبيا حقها في رئاسة هذه الدورة العادية التي اعتذرت عنها في سنوات سابقة لأسباب استثنائية تجاوزنا جزء كبير منها ببلادي بعد سنوات من الحروب والانقسام والشكر أيضا موصول لكافة المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية وجميع الموظفين والعاملين ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا تقديرا على حسن ترتيب استقبال الوفود الوزرية العربية وترحيب خاص بأخي معالي وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي في وجوده معنا اليوم وترحيب أيضا بوزير خارجية الصومال أتمنى له كل التوفيق السادة المحترمون أعلن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسون بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري السادة المحترمون بداية إنه لمن دواعي الفخر على المستوى الشخصي والمهني أن أترأس اليوم مجلسنا الموقر كأول إمرأة عربية ووزيرة خارجية تستلم مهام هذا المنصب الدوري ولهذا الأمر دلالة كبيرة على تطور العمل السياسي بمنطقتنا رغم كل الصعوبات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة العربية وفي هذا المقام أجدد الإشارة بأن وجود سيدات على رأس وزرات سيادية كالخارجية والعدل بحكومة الوحدة الوطنية يدل على الإيمان بقدرة المرأة الليبية والمرأة العربية كما يسعدني ما لمسته من التعاون الجاد من بعض زملائي وإخوتي وزراء الخارجية العرب الذين أبدوا تعاونا صادقا وتقديرا كبيرا لدوري كإمرأة ووزيرة خارجية يعكس التزامهم الصادق بالإسهام في استقرار بلادي ودعم دور المرأة في المشاركة السياسية أصحاب السمو والمعالي يتابع المواطن العربي أعمال مجلسنا اليوم وسط ترد للأوضاع المعيشية في كثير من أقطارنا العربية نتيجة المشاكل الاقتصادية المزمنة التي رافقت عقود قد خلت من التوتر وتعقيد تفاصيل الأوضاع الداخلية بكثير من الدول الأعضاء بهذه المؤسسة العريقة نجتمع اليوم وقد ارتفعت خلال الأعوام العشر الماضية أعداد اللاجئين والنازحين والمهجرين خارج أوطانهم لتبلغ الملايين حول العالم وبدول منطقتنا العربية فحري بنا اليوم أن نتحمل مسؤوليتنا في دعم إعادة الاستقرار لمنطقتنا وإعادة الأمل لشعوبنا والعمل موحدين في مواجهة هذه التحديات التاريخية وتوفير حياة كريمة تليق بشعوبنا من المعلوم أن موقع الأقطار العربية المتوسط لخارجة العالم الاقتصادية والجيوسياسية قبل ذلك موقع الحضاري والثقافي جعلنا في مواجهة تداعيات كافة الأزمات العالمية بشكل مباشر وغير مباشر مما يفرض علينا اليوم بذل جهود استثنائية تحافظ على استقرار الدول العربية ومنع تطور الأحداث بشكل سلبي بالدول الشقيقة التي تعاني ويلات الحروب والانقسام وخطر الإرهاب وتداعيات الأزمات الاقتصادية رغم كل هذه التحديات التاريخية إلا أن شعوبنا اليوم أكثر تواصلاً مع بعضها البعض كنتيجة لتطور التكنولوجي وقد تقاسم المخاوف والأمال نحو المصير المشترك الذي نتقاسمه جميعاً كما أن حكومات دولنا اليوم أكثر عزماً في مواجهة التحديات المشتركة وتفاهماً لمخاوف كل بلد إزاء الأخطار التي تهدد الأمن القومي لدولنا ومصالحها إن تبني سياسة الحوار الشامل حول كل القضايا العربية المشتركة وتفهم مخاوف الجميع هي مدخل مهم لإحياء الحوار والعمل العربي المشترك إنني أؤمن إن مؤسسة جامعة الدول العربية تكون قادرة وستكون قادرة على رعاية هذا التوجه في هذه اللحظات التاريخية من عمر المنطقة أصحاب المعالي والسمو إن ارتباط شعوبنا التاريخي بقضيتنا المركزية فلسطين يتطلب منا العمل بفعالية أكبر للوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد القدس واستمرار توسيع المشاريع الاستيضانية المفروضة والمنتهكة لمقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية كما أن هذه الممارسات تقوض أي فرص لنجاح مبادرات السلام بالمنطقة إن وحدة أبناء فلسطين هي الخيار الأوحد لتوحيد الموقف العربي الضاغط على الأطراف الفاعلة بالمنظومة الدولية الداعمة للسلام بالمنطقة العربية اليوم أيضا نناشد أشقاءنا العرب من أجل العمل جميعا لاستعادة الأمل لشعبنا في اليمن وأن لا نسمح بإنهيار مسارات المحل السلمي والسياسي حرصا على سلامة المدنيين في كل من اليمن ومملكة السعودية وجوارهم الخليجي كما أننا نشيد بالدور السعودي لحل الأزمة اليمنية وصولا لاتفاق الرياض الذي يمثل فرصة تاريخية لإنجاز الحل السلمي للأزمة اليمنية والتجربة العمنية في التسامح والتعايش السلمي كما نشجع تنفيذ مبادرات الإعمار وإنهاء معاناة المدنيين وإعادة الاستقرار للمنطقة في مواجهة التحديات التي تواجهها انطلاقا من المبادئ الحاكمة للقانون الدولي وبنود الاتفاقيات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة ولقد دعم المملكة المتحدة ودول مجلس تعاون الخليج العربي كما ندعو لوحدة جهود دول المنطقة في حماية الملاحة البحرية وتأمين تحركات سفن وأمدادات الطاقة بما يضمن مصالح جميع الدول المطلة والقريبة من الممرات المائية الحيوية لاقتصاد المنطقة والعالم إن وحدة الموقف العربي إزاء هذه التحديات التي تمس منابع الطاقة وممراتها يجب أن يكون بنفس القوة في مواجهة ما تتعرض له جمهورية مصر وجمهورية السودان في قضية سد النهضة والذي يتطلب دعم الموقف العربي الرسمي لحقهما في الدفاع عن أمنهم المائي عبر مسار التفاوض والتواصل المباشر والمستمر مع أثيوبيا حول كافة التفاصيل المتعلقة بسد النهضة إنما يتعرض له المدنيين في سوريا جراء استمرار النزاع وتباطئ المسعى العربي لمساعدة السوريين في حل أزمتهم يفاق من معاناتهم اليوم ويؤخر من فرص السلام الشامل بين السوريين ونحن نشجع أن يكون لنا دور أكبر لرعاية السلام وقيادة المسارات الحل استكمالا للجهود والمبادرات الأممية ودول الجوار لقيادة هذه المساعي السيدات والسادة إن الملمح الأبرز الذي بدأ يشكل السياسة العربية لدول وحكومة منطقتنا خلال السنوات الثلاثة الماضية هو الجنوح للحوار بدلا عن الصدام والانفتاح عن الآخر بدلا عن الإقصاء واستيعاب مصالح بعضنا البعض ومخاوف كل الأطراف من هذا المنطلق فإننا نبدي تشجيعنا لمواصلة مبادرات السلام والحوار وأخص جهود دولة الكويت التي سعت عبر المبادرة الكويتية الخاصة بلبنان لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين وأشقائهم الخليجيين كما أن مبادرة دولة قطر للوساطة وإرساء السلام بين الأشقاء التشاديين تشكل فرصة سانحة لتعزيز الاستقرار في تشاد الدولة الجارة لبلادي التي يهمنا استقرارها وندعم مساعي الإخوة في قطر معها السيدات والسادة المحترمون إن موقع اليوم كوزية خارجية لدولة ليبيا واستنادا إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الرافض لعودة الحرب في بلادنا يرتب علينا مسؤولية تاريخية بألا تكون قضية بلادي مجرد بند على جدول أعمال مجلسنا الموقر أو باقي المحافل الدولية لسنوات قادمة وبالعمل الدؤوب والإرادة الوطنية للليبيين وبدعم أشقائهم العرب الذي يجب أن يتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنية في ليبيا وفق لقوانين نزيهة وعادلة وقبلها تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها في كافة مناطق ليبيا تحقيقا لإرادة أكثر من 2 مليون ليبي أستلموا بطاقات المشاركة بالانتخابات في أواخر العام الماضي يكفي شعبنا الليبي الأبي ما عاناه من ويلات الحرب والانقسام والإرهاب وتبعات التدخل الأجنبي خلال السنوات الماضية نحن ندرك صعوبة المراحل الانتقالية وما يصاحبها من معوقات للتحول الديمقراطي ولكننا في نفس الوقت نؤمن بإرادة شعبنا القوية المتطلعة للسلام والتنمية نعم توقعنا حدوث الأزمات المصاحبة ولكن آمننا أن القوة تكمن في إدارة هذه الأزمات وأن ننفتح على الآخرين وعلى كل مبادرات الحل بالحوار والثقة في إرادة شعبنا الذي يريد الانتخابات ونتطلع أن يدعمنا أشقاؤنا العرب في مسعى تحقيق هذه الأهداف إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة يحافظ على موقفه الثابت من إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وقد عبر عن ذلك خلال خطابه الأخير قبل أيام عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها طرابلس والتي راح ضحيتها مدنيين آمنين في بيوتهم كما أن حكومة الوحدة الوطنية تجدد دعوتها للسلطة التشريعية بأن توفي بالتزاماتها التشريعية والقوانين المنظمة لها لتنفيذ الانتخابات بالبلاد ونؤكد استمرار جاهزيتنا لتنفيذ الانتخابات الوطنية عبر توفير الخدمات اللوجستية والأمنية بما فيها دعمنا الكامل والمتواصل للمفوضية العليا للانتخابات السيدات والسادة المحترمون إن استقرار بلادي هو مصلحة إقليمية دولية والتزام حكومة الوحدة الوطنية بأمن جيران ليبيا هو التزام مبدئي وأن خطر الإرهاب وعودته لاستهداف الأمنين والأبرياء ومصالح دولنا لم يختفي ومكافحته هي مسؤولية تضامنية بيننا جميعا وشركائنا الدوليين إن بلادي عانت من ويلات الإرهاب ومن مخاطره ونركز جهودنا اليوم في تعزيز قدرات الحرس الحدود والأجهزة الأمنية وتطوير قدرات مؤسساتنا الأمنية بما يعزز أمننا الداخلي والخارجي في مواجهة الإرهاب وضبط كافة منافذ ليبيا ومعابرها واستمرار هذه الجهود مقترن بعدم عودة ليبيا إلى خانة الحرب والاقتتال ولا يفوتني اليوم الإشادة بقدرة قطاعي النفط والغاز في ليبيا على الوصول بإنتاج النفط بليبيا إلى مليون و244 ألف برميل وبلوغ إنتاج المكثثات إلى 54 ألف برميل فهذه الأرقام تعكس اتجاه قطاع الطاقة للاستقرار والتعافي في بلادي في ظل تحفز العالم وانشغاله بمسألة تأمين إمدادات الطاقة والقضايا المرتبطة بهذا الأمر أصحاب السمو والمعالي الوزراء للتاريخ فإن مجلس وزراء الخارجية العرب في مارس 2011 أسهم في نقل مطالبة الليبيين لمجلس الأمن الدولي بإنشاء منطقة حذر طيران لحماية المدنيين وكان يومها موقفاً حاسماً في مصار الأحداث التي تشهدها بلادنا كما أن لمجلس وزراء الخارجية العرب موقفاً محورياً آخر فيه رفض الاعتراف بحكومة موازية عام 2018 وحصر الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية لليبيا ودعم المجلس مقررات ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات ديسمبر 2015 عليه فإنني أدعوكم اليوم للمحافظة على الإجماع العربي بدعمكم للانتخابات الوطنية والحل السلمي ولنعلن سويةً وحدة الموقف العربي كما أدعو اليوم إلى إعادة تفعيل اللجنة الربعية الخاصة بليبيا حتى تتمكن جامعة الدول العربية من العمل سويةً مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة الربعية وتنسيق الجهود الإقليمية والأممية لتنفيذ التزامات جميع الأطراف بمقررات ملتقى الحوار السياسي اللي ذرعته الأمم المتحدة ومؤتمري برلين الأول والثاني ختاماً أدعوكم زملائي المحترمون لعقد اللقاء التشاور القادم على مستوى وزراء الخارجية العرب في طرابلس نشكر السيد حسام أنه ذكرني أنه لا يفوتني أن أرحب بمعالي السيد محمد سالم مرزوق وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الإسلامية المورتنية الذي يشارك لأول مرة أيضاً في اجتماعات مجلس الجامعة فعذراً على هذا السهو ختاماً أدعوكم زملائي المحترمون لعقد اللقاء التشاوري القادم على مستوى وزراء الخارجية العرب في طرابلس التي سبق لها قبل ما يقرب من عام من استضافة مؤتمر دعم استقرار ليبيا وهي الآن أكثر إصراراً على استعادة دور ليبيا الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة ولمحيطها الأفريقي والأوروبي الآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وشكراً على حسن الاستماع شكراً شكراً سيادة الوزيرة أصحاب السمو والمعالي الوزراء يعيشوا اليوم العالم حالة خطيرة نلمسها جميعاً من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها وما من دولة إلا وتجد نفسها اليوم في خضم هذه الأزمات بصورة أو بأخرى مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها وليس العالم العربي ببعيد عن هذه الأزمات ومخاطرها وليست الدول العربية بمنأة عن ارتدادات شديدة نشأت بالأساس عن الحرب في أوكرانيا وقبلها أزمة كورونا وما خلفته من طباط اقتصادي واضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد على صعيد عالمي لقد كشفت هذه الأزمات من بينما كشفت عن ترابط القضايا والمشكلات في سلسلة متصلة فالطاقة والأمن الغزائي والتغير المناخي على سبيل المثال جميعها قضايا مترابطة لا انفصال بينها وهي قضايا ترتبط بالأمن العالمي وبالعلاقات بين القوى الكبرى صراعا أو اتفاقا إننا في المنطقة العربية ننظر إلى ما يجري على الساحة الدولية من تغيرات وتطورات من زاوية رئيزية هي المصالح العربية كيف نصونها ونعززها وندافع عنها ومن هذا المنطلق ووفق تلك الرؤية جاءت المواقف الجماعية من الحرب في أوكرانيا وأعتبر أن التحرك الجماعي العربي تجاه هذه الأزمة الدولية الخطيرة بما في ذلك الزيارة التي قامت بها المجموعة الوزارية لطرفي الأزمة فضلا عن استقبال ممثلين على أعلى مستوى لكل الطرفين هنا في القاهرة في الأمانة العامة للجامعة للاستماع إلى وجهات نظر الطرفين أعتبر أن هذا التحرك دلالة مهمة على عمق التنسيق العربي تجاه واحدة من أخطر التحديات على الصعيد الدولي وإشارة إلى الحاجة الماسة للاستمرار في مثل هذا التنسيق في المرحلة القادمة إن الدول العربية تعاني ولا شك من جراء تلك الأزمة ربما كان التراجع في أوضاع الأمن الغزائي هو أخطر ما تتعرض له المنطقة من آثار وتبعات وللأمن الغزائي كما هو معروف علاقة واضحة بمعدلات الفقر التي تصاعدت على صعيد عالمي وفي المنطقة العربية للأسف كما أن تأمين مصادر الغزاء يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وكما تعرفون جميعاً سادة الوزراء فقد طرح هذا الموضوع على أجندة العمل العربي مؤخرة بمبادرة من دولة الكويت في يناير الماضي الأخ العزيز الشيخ أحمد ناصر الصباح الذي تحدث بالأمر في وقته وحظي الطرح بتأييد من كافة الدول العربية وقد حرصت من جانبي على تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوصفها الزراع الفني المتخصص والمعني بملف الأمن الغزائي بإعداد دراسة تكاملية شاملة حول الموضوع لا تبدأ من الصفر وإنما تبني على الآليات القائمة والدراسات والبرامج التي سبق تدولها وهي كثيرة والعمل عليها في إطار العمل العربي المشترك ومعروض عليكم اليوم قراراً في هذا الشأن يسعى إلى بلورة استراتيجية شاملة للأمن الغزائي العربي ويقيني أن هذا الملف الهام سوف يحتل موقعاً متقدماً على أجندة العمل العربي المشترك في السنوات القادمة فهو لا يتعلق فقط بالأزمة الحالية وإنما ينصب أساساً على معالجة الفجوة الغزائية العربية برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار جوانب الأمن القومي والأمن المائي والفرص الاقتصادية والتغير المناخي وزيادة السكان وغيرها من الموضوعات المتصلة بإنتاج الغزاء على نحو مباشر أو غير مباشر سيدات والسادة لا ينبغي أن تضغي الأزمات العالمية على الأزمات المشتعلة في الإقليم والتي ما زالت بعيدة عن الحل السياسي في سوريا ما زال الوضع يعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي مع هشاشة الوضع الأمني وترد خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد وفي اليمن وبرغم ما تمنحه الهدنة من فرصة حقيقية للعمل على التوصل إلى حل سياسي شامل فإن الهوة لا زالت شاسعة والتدخل الخارجي يزيد من تصلب المواقف ويسهم في إطالة أمد هذا الصراع الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني وفي ليبيا بلادكم الشقيقة نرصد ابتعاداً أكثر عن منطق التسوية والحلول الوسط ومزيداً من الانقسام بين الأطراف على نحو بات يهدد بإشعال الصراع كما تابعنا جميعاً مؤخراً أو ما جاء في كلمتكم وفي كافة هذه الأزمات يظل الحل السياسي الخيار الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر التي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية وفي العراق يتابع الرأي العام العربي ما يجري في هذا البلد المهم بقلق بالغ لقد وقدت خلال الأيام الماضية فتنة كادت أن تلقي بالبلاد في أتون المزيد من الصراع والعنف ونحمد الله أن لغة العقل تغلبت قبل فوات الأوان غير أننا نرصد جميعاً مخاطر استمرار الأزمة السياسية ونطالب كافة القوى السياسية والمكونات في العراق باللجوء للحوار السياسي سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات والابتعاد على العنف أو التهديد به والابقاء على مشاكل العراق في داخل العراق لقد عانى الشعب العراقي كثيراً وهو يتطلع بكل أطيافه إلى الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي ويسعى لأن ينقى ببلده عن الاستقطاب الإقليمي السيدات والسادة إن تجميد المصار السياسي لحل القضية الفلسطينية يعد جريمة في حق المستقبل مستقبل كافة الشعوب في هذه المنطقة التي تتطلع إلى الأمن والإزدهار والشعب الفلسطيني أيضاً له الحق في أن يكون جزءاً من هذا المستقبل وأبنائه يعانون من استعمار تزداد شراسته بل وأقول تتأكد عنصريته كل يوم وبينما تباشر إسرائيل القمع والاحتلال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي للأسف نرصد رفضاً واستنكاراً لمنطق احتلال الأرض في مناطق أخرى من العالم وكأن هناك معياراً لفلسطين ومعياراً مختلفاً للآخرين وليس لهذا تعريف في رأيي سوى إزدواجية المعايير المقيتة والكيل بمكيالين إن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل وتجاهل هذه القضية لا يعني اختفاءها أو انزواءها فهي قضية عربية حية تحظى بالإجماع العربي بل والدولي على مدى عقود وستظل قضية أساسية لدى هذه الجامعة إلى أن تجد طريقها إلى الحل وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي أخيراً أقول أن العالم العربي على ما يعانيه من أزمات وبرغم ما يواجهه من تحديات لا زال قادراً على الاستجابة للتحديات ككتلة إقليمية صلبة ومتراصة أننا نتطلع بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في أول نوفمبر القادم بإذن الله وندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك وأن تكون سبباً للالتئام والوحدة وتعبيراً أصيلاً عن الرأي العام في بلادنا الذي يرغب في رؤية زعمائه واغتمع شملهم وتوحدت كلمتهم ولأجل هذا الهدف السامي يتحتم علينا معالجة أي خلاف واحتواء أي مشكلة ووضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العليا حرصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا جميعاً والله ولي التوفيق شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته